اشتركوا في القناة سلسلة الندوات البحسية التي اطلقنا الاعلان عنها منذ ايام قليلة هنبدأ النهاردة في المحور الاول وهو تحديد فرع الدراسة عندما يقبل الباحث على مرحلة اعداد بحث في اي مجال معين او في اي مرحلة سواء كان مرحلة دراسات عليا او مرحلة الماجستير او الدكتوراه او في اي مجال ايا كان نوع البحث اللي هيقدمه بحث ترقية بحث توظيف بحث مسابقة ايا كان نوع البحث اللي هيتم تقديمه يجب على الباحث ان يبحث بداية في تحديد فرع الدراسة فرع الدراسة اللي هو المادة او القسم اللي هتعدي فيه هذا البحث ويريت ان احنا نستخدم في هذه الطريقة العلم الداخلي او الخبرة السابقة بمعنى كل حد فينا دايما بيكون عنده ميول محدد يعني لو احنا هنتكلم عن حد دخل كلية الحقوق اوكي هو دخل كلية الحقوق حبا فيه القنون بصفة عامة او في هذا المجال بصفة عامة او في مجالاتها المتعددة داخل الكلية نفسها لو احنا ركزنا شوية هتلاقي فيه بعض الباحثين او بعض الطلاب كانوا حابين جدا من بداية الدراسة انهم يطلعوا اكتر في فرع القانون الجنائي او في فرع القانون المدني او حد تاني حابب انه يتعمق اكثر في الشريعة الاسلامية حد تاني حابب الاحوال الشخصية دي كلها تفرعات داخل المظلة الكبيرة وبالتالي بنقول ان الباحث يبحث بداية في قرارة نفسه انت حابب اي فرع وبلاش نصغى الى الافكار الخارجية هتلاقي بعض الافكار حد تاخد رأي حد هيبدي رأيه من وجهة نظره يعني لما هتطرح تساؤل على حد او تاخد رأي حد اكيد الاجابة هتجي لك من وجهة نظره هو اللي مقتنع بيها لما تاخد رأي حد انا اعمل في اي فرع انا عايز اسجل ماجستير او عايز ان انا ابدأ في الدراسات العليا فتنصحني ان انا اكمل دراساتي في ايه انا كراجل متخصص في القانون الجنائي هنصحك اقولك اشتغل في القانون الجنائي لان ملم بالقانون الجنائي وهكذا المتخصص في القانون المدني او المتخصص في الشريعة الاسلامية هتلاقي كل حد بيتكلم من منظوره واقتناعه وقناعته هو حد تاني ممكن يملي عليك افقار بالنظر الى سوق العمل يقولك انت بما انك هتعمل دراسة ما تعمل دراستك في القانون التجاري النهاردة عشان تبقى متخصص في قانون التجاري تقدر تحقق عمل كويس تقدر ليك وظيفة معينة او فرصة معينة في احد البنوك او احد المصالح طبعا دي كلها يعني ما احترامنا لهذه الاراء هي لا ترقى الى مرحلة او مرتبة البحث العلمي وقيمة البحث العلمي لان لو ركزنا شوية في فكرة سوق العمل سوق العمل ذاته متغير يعني ممكن على ما يعد رسالته او دراسته اللي بيشتغل عليها ويصل الى النهاية الى ان الفرصة اللي كان حد بيعده بيها ما بيتش موجودة وبالتالي بنقول لازم يكون الدافع هو العلم ولازم يكون عندنا ايمان بقيمة البحث العلمي وان مهما حصل ومهما مر علينا الزمان وشوفنا او شايفين ان مفيش اهتمام بالبحث العلمي ده ليه مردود واتكلمنا فيه قبل كده وقلنا ان المشكلة او الفجوة اللي وصلتنا لده ان الابحاث او معظم الابحاث ابحاث نظرية لا تتناول الواقع العملي ولا تمس الواقع العملي وبالتالي مازلنا بنركز وبنأكد بنقول ان لما تيجي تختار موضوع البحث في المقام الاول يجب ربط المشكلة بالواقع العملي اللي احنا عايشينه واختيار المشكلة بالطريقة الذاتية دي حاجة مهمة جدا بعد كده قلنا ان احنا هنختار موضوع الدراسة او فرع الدراسة حاجة احنا حبينها حاجة من نبع من جوانا ولا نصغى الى الاراء الخارجية واخد بالك لو انت نويت انك تكمل في طريق الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه فاخد بالك اللي انت هتبدأ به دلوقتي واختيارك اللي انت هتختاره دلوقتي هيستمر معاك باقي مشوار حياتك العلمي وهضرب لكم مثال باستاذنا الكبير وطبعا كل الناس تعرفوا باستاذ الدكتور فاتح سرور باستاذنا الدكتور فاتح سرور لما ناقش رسالته في الدكتوراه سنة 58 1958 كان بيتكلم عن حاجة قد يظن البعض انها حاجة صغيرة وانت هتقول ايه في البطلان نظرية البطلان اتكلم عن البطلان في قانون لجراءات الجنائية النهاردة في عشرين تلاتة وعشرين لو رجعت معظم مؤلفات استاذنا الدكتور فاتح سرور هتلاقيه بيركز على هذه الجزئية جزئية البطلان حتى لما تكلم في القانون الدستوري تناول الموضوع من هذه الزاوية من جزئية البطلان اذا من البداية اعرف ان اختيارك للفرع او تحديدك للفرع هو حجر الاساس اللي هتبني وتكمل عليه مشوارك العلمي الى ما شاء الله وبشكركم وان شاء الله بنكمل الحلقات القادمة والمحور القادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة